اشتركوا في القناة السيد المهدي كشبور المحامي والنشط السياسي أهلا بك سيد المهدي في الحلقات السابقة مع الزميل عبد الرحمن تحدثت ما وصلتم إلى المادة 176 في الباب التاسع تتحدث عن الثروات الطبيعية التي تقول أن تلتزم الدولة باتخاذ تدابير اللازمة لحماية الغطاء النباتي وإدارته إدارة رشيدة لضمان تأديته لوظيفته البيئية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن وتدير الدولة الغابات التابعة لها وتعيد تأهيل ما تضرر منها وتستغلها وفق القانون ولا يجز نقل ملكيتها ولا تملكها بوضع اليد يعني لو تفسر لنا بعجالة هذه النقطة حتى ننتقل على الباب العاشر سيد المهدي بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله أهلا وسهلا بك ورسادة المشاهدين أهلا بك هو الحقيقة يعني هذه المواد كما نكرر دائما في كل حلقة تقريبا أن النصوص الدستورية عادتا تكون نصوص عامة من خلال هذه النصوص يتم فيما بعد إصدار تشريعات وقوانين وقرارات تنفيذية تتواءم مع الإطار العام الذي يضحه النص الدستوري أهم في هذا النص يعني هو بتأكيد إلزام الدولة بالمحافظة على الغطاء النباتي وكذلك إدارتها وتوسيعاتها يعني كل هذه الأمور ولكن أهم فيها هو فيما يتعلق بملكية الغابات بأن هذه الغابات هي ملكة للدولة ولا يجوز نقل ملكيتها يعني لا يجوز حتى لسلطة تشريعية في المستقبل إذا ما تم إقرار هذا الدستور إذا جاءت سلطة تشريعية وأرادت أن تخصص جزء من الغابات أو تملك جزء من الغابات فوفق النص الدستوري هذا أمر غير جائز وأي قانون يصدر بتمليك الغابات لأي أن كان هو يبقى قانون باطل ولا يجوز أيضا لا يجوز تملكها بوضع اليد والحيازة كانت في القانون الليبي قديما كانت سبب من أسباب الملكية ألغيت فيما بعد ولكن كان الحيازة سبب من أسباب الملكية بمعنى أنك إذا حزت أرض معينة لمدة من الزمن فالقانون يسمح لك أن تطالب بملكية هذا النص الدستوري يحضر تملك الأرض أما بأي شكل من الأشكال أو حتى بوضع اليد لا يجوز تملكها ملكية الغابات بصفة عامل نعم هنا إذا ما أتينا على الباب العاشر المادة 177 ربما هي من النقاط المهمة في مواد تستور أستاذ مهدي الجيش والشرطة احتكار الدولة للقوات المسلحة هذا طبعا المادة 177 ذكرت هذه النقطة بشكل مباشر لو تفصلها لنا دعني أقرأها أولا حتى تفصلها لنا سيد مهدي تحتكرة الدولة تقول هذه المادة تحتكرة الدولة القوات المسلحة وقوات الأمن ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام ويحضر على أي فرد أو حزب أو جماعة تكوين مجموعات مسلحة أو شبه مسلحة نعم هو طبعا كل الأبواب السابقة التي تحدثنا فيها على استقلالة القضاء على الحقوق والحريات على الإدارة المحلية النظام الحكم كل هذه الأبواب بدون هذا الباب لا قيمة لها لأن هذا الباب هو الذي ينظم أهم سلطة في الدولة والتي تفرض من خلالها تطبيق القانون أو التي من خلالها تمنع الانقلابات وما إلى ذلك هذا الباب يتناول أهم مؤسستين في الدولة في أي دولة في العالم مؤسسة الجيش ومؤسسة الشرطة إذا منحرفت هذه المؤسسات عن مسارها الأمني والعسكري ودخل في المسار السياسي والحقوقي عندها تسقط الدول ويعني للأسف هذا ما يعاني منه اليوم التداخل بين ما هو سياسي وما هو عسكري هذا الأمر يحتاج إلى ضغط لذلك جاءت نصوص المشروع الدستور لتفصل في مهام ما هي مهام الجيش وما هي مهام الشرطة أول هذه المهام هو أن تحتكر الدولة القوات المسلحة بمعنى أن لا يجوز إنشاء مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة كم مثلا أن نقول حزب ما ينشئ جناح مسلح مثلا أو فصيل سياسي ينشئ جناح مسلح هذا كله بموجب النص الدستوري محظور لا يكون استعمال القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة سواء كانت شرطية أو عسكرية إلا من خلال الدولة ولكن هذا النص يقول بأن تحتكر الدولة القوات المسلحة ولا يقول تحتكر الدولة السلاح بمعنى أن ربما في المستقبل يكون هناك قانون يسمح بامتلاك السلاح الفردي الشخصي وهو موجود في أغلب دول العالم هذا النظام أن تمتلك سلاحك الشخصي بموجب ترخيص للحماية الشخصية أما تكوين مجموعات عسكرية أو شبه عسكرية أو شرطية أو أمنية هذا قاصر فقط على الدولة في فترة النظام السابق مثلا كان هناك قانون الأمن المجتمع المهم كان يشكل مجموعات مسلحة من أبناء المناطق الأمن الشعبي الأمن الشعبي محلي هذا وفق مشروع الدستور هو غير جائز رأينا تبعات ذلك عندما حفتر قام بتجميد الأعلام الدستوري باحتكاره للسلطة والشرطة والجيش وكيف أنه كانت له ربما أولى محاولة انقلاب بعد سنة نعم هذا سنأتي إليه ربما في المادة القادمة الجيش اللي هو الجيش ومهام الجيش وما هو المحظور على الجيش أن يقوم به يعني المهم أن وفق هذه المادة يحضر على أي فرد أو حزب أو جماعة تكوين مجموعة مسلحة أو شبه مسلحة تكوين هذه المجموعات سواء كانت أمنية شرطية أو عسكرية هذا أمر محظور وقاصر على الدولة فقط ربما هو الباب العشر من أهم الأبواب التي هو جدير بالنقاش أستاذ المهدي المادة 178 تتحدث عن الجيش ماذا تقول في نص مواد مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لسياغة مشروع الدستور الجيش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على الانضباط والتراتبية مؤلفة ومنظمة هيكليا وفق القانون وهو ملزم بالحياة التام ويخضع للسلطة المدنية ويحضر عليه تدخل في تداول السلمية على السلطة وفي الحياة السياسية وللمنتمين له حق التصويت دون الترشح ويضع القانون تدابيرا لازمة لذلك وتنظم شروط الخدمة الوطنية وأوضاعها بقانون نعم في اعتقادي الشخصي أن هناك يعني ما يعرق اليوم استفتاع على مصود الدستور ربما هذا النص تحديدا لأن هذا النص هو من يضع المؤسسة العسكرية في حجمها الطبيعي ويمنحها أن تتطاول على المؤسسات المدنية أو السياسية في الدولة لماذا؟ لأن عندها لا يكون هناك تكافؤ بين الأطراف لو اعتبرنا أو أجزنا للمؤسسة العسكرية الدخول في العمل السياسي عندها بموجب القوة الموجودة لديها تستطيع أن تفرض الرؤية السياسية وهذا ما حدث في مصر مثلا عندما تدخل الجيش في السياسة هو فرض رؤيتها الخاصة لأنها لديها القوة ولا يخضع للحوارات والنقاشات السياسية وحل الصراع بالتصويت داخل القاعات لا هو المسألة عندها باستعمال القوة لذلك هذا النص كان نص قوي جدا أولا وحدد المؤسسة العسكرية في الجيش بأنها قوة عسكرية وطنية أولا يعني لا يجوز أن يكون فيها أطراف أجنبية مرتزقة فاقنار جنجاويد إذا ما وجد فيها هذه التشكيلات أو مجموعات عندها تعتبر ميليشيا ولا يعتبر جيش الجيش يجب أن يكون قوة عسكرية وطنية فقط لا يجوز أن يكون فيها أطراف أجنبية أو ثانيا قائمة على الانضباط يعني يجب أن يكون هناك انضباط داخل هذه المؤسسة ولا يجوز أن يخرج القائد ويقول والله هذه قائد العسكري ويقول والله هذه أفعال فردية أفعال فردية إذن لا يوجد مؤسسة عسكرية اليوم مثلا في بعض المجموعات المسلحة تقوم بجرائم وأفعال وتصدر ضدها تقارير دولية ومنظمة العفو الدولية Human Rights Watch غيرها ويأتوا إلى القائد العسكري المسؤول على هذه المجموعات بولاية صرفات فردية إذن أنت تؤكد بأن ما تقوده ليس مؤسسة عسكرية هي مجرد ميليشيا تسمي نفسها جيش أو ما هذا ذلك إذن يجب أن يتوفر فيها عنصر الوطنية بمعنى أن يكون كل أفرادها من الوطنين ثانيا أن يكون فيها الانضباط ثالثا التراتبية يعني الأدنى رتبة هو يتبع الأعلى رتبة وليس العكس لا نأتي بشخص من خارج المؤسسة العسكرية ونمنحه رتبة عليا ويقود من هو ضباط أكثر منه وأكثر خبرة منه ولديهم رتب أخذوها بدرجات يعني إذا ما وجد هذا المشهد أن يتم حضار أشخاص من خارج المؤسسة ويمنحه مباشرة رتب إذن نحن لسنا بإصادة مؤسسة عسكرية أيضا أهم نقطة وهو ملزم بالحيادة التام لا يجوز أن ينحاز إلى طرف سياسي على حساب طرف آخر أو أن يقول بأن هذه هي الرؤية السياسية الصحيحة وهذه ليست صحيحة هو فقط مهام العسكرية حماية الحدود حماية البلد من أي عدوان خارجي لا يتدخل في الصراعات السياسية أبدا وهذا أيضا يخضع للسلطة المدنية يجب أن يكون القائد الأعلى هو مدني ويجب أن يكون الرئيس الأركان والقادر العسكريين يتبعوا مباشرة ويمتثلوا لأوامر قائد الأعلى وإلا فهذه لن تكون مؤسسة عسكرية يعني كل اليوم للأسف نتحدث فيه أغلبها غير متوفرة للأسف على واقع الحال ولذلك يتم محاربة مشروع الدستور لأنه يضبط هذه المسألة ويمنع تغول السلطة العسكرية على السلطة المدنية أيضا يحضر عليه التدخل في التداول السلمي على السلطة يعني لا يمكن طرف على حساب آخر أو يعني كما ذكرنا في سياق الحديث عن الحياد وعدم التدخل في الشأن السياسي وعدم تغليب طرف على حساب طرف آخر أو أن يتدخل في التداول السلمي على السلطة بحيث أنه يمنع التداول السلمي أو أن يفرض شخص معين يعني على مبدأ التداول السلمي وفي الحياة السياسية حتى مش حتى بس يعني في المفروض عليه الحياة فقط ويحضر عليه حتى الدخول في الحياة السياسية أصلا عدم مناقشة المسائل السياسية يعني داخل مؤسسة عسكرية بالكامل هذه المؤسسة يجب أن تكون محترفة فقط تتناول مسائل عسكرية والأمنية لتحفظ البلاد بدون الدخول بأي شكل من الأشكال مهما كان الصراع بين السياسيين مهما كان وصل هذا الصراع بين السياسيين طالما لم يدخل في الصراع المسلح لا يجوز القوات المسلحة أو الجيش أن يتدخل في هذا الصراع بأي شكل من الأشكال أيضا حضر على العسكريين الترشح للانتخابات وأجيز لهم فقط التصويت كمواطنين لبين لنا عندما يصوت ويترك سلاحه خارج القاعة ويدلي بصوته كفرد لكن عندما يترشح ويترشح وخلفه مؤسسة عسكرية ربما تفرض الترشح ولذلك حضر على العسكريين التدخل أو الترشح في الانتخابات إلا بعد خلع البدلة العسكرية والتنازل عن رتبهم أو عن صفتهم العسكرية لأن مازال هناك قوات مسلحة تمتثل لأوامر ربما وما إلا ذلك ولذلك يحضر على العسكريين بأي شكل من أشكال الترشح للانتخابات إلا بعد خلع بزتهم العسكرية نعم المادة 179 مهام الجيش أستاذ المهدي ربما هي مرتبطة نعم بالنقطة 178 ماذا قيلة عن مهام الجيش في المادة 179 من مواد الدستور مشروع الدستور يطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وسلامة أراضيه ويدعم الأجهزة الأمنية وفق القانون ويحضر عليه المساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم نعم المادة السابقة كانت تتحدث على شكل المؤسسة العسكرية كيف يجب أن تكون مؤسسة العسكرية هذه المادة تتناول المهام الرئيسية التي تطلع بها المؤسسة العسكرية متمثلة في الجيش وأهم شيء هو الدفاع عن الوطن الدفاع عن الوطن من العدو الخارجي أيضا تضمن استقلال الوطن وعدم تدخل أطراف الدول سواء كان الجوار أو غيرها في احتلال جزء من أرض ليبيا مثلا أو هذه مهمتها حماية استقلال الوطن لا أن يمكن أطراف أجنبية بالدخول إلى الوطن إذا مقام ودخل بذلك لن تكون مؤسسة عسكرية ولكن تكون مخالف لمهام الجيش أيضا تحافظ على وحدة ترابة بمعنى أن تمنع تقسيم البلد ويجب أن تحافظ على وحدة ترابة بقوة الجيش تمنع أي تقسيم إلا إذا كان هذا التقسيم جاء عبر استفتاء شعبي مثلا جزء من الوطن طالب بحقه في تقرير المصير وتم الاستفتاء داخل هذا الجزء من الوطن وصوت هذا الجزء في استفتاء تصرف عليه منظمة دولية ويقول والله نستفتوا ويستفتي على أن هذا الجزء يخرج عندها يختلف الأمر ولكن الآن نتحدث عن قيام مجموعة أو مهما كان حجمها بأن تفرض تقسيم الوطن كما حدثنا في جنوب السودان يعني هذا المهام الجيش أن يمنع مثل هذا التقسيم أيضا مهمتها الأخرى هي دعم الأجهزة الأمنية يعني عادة قوات الجيش الشرطة تقوم بالمهام اليومية ولكن أحيانا يكون المواجهة أكبر من حجم الإمكانيات الشرطة يعني في كل عالم الشرطة أسلحتها عادة خفيفة يعني أقصى ما يكون هو مثلا سلاح مسدس يكون عند الضباط أما معدام بالهروات وغيرها عند حدوث حالات شغب ربما تستخدم فيها السلاح لا تستطيع الشرطة على مواجهاتها عندها تطلب من المؤسسة العسكرية مساندتها وهنا لا تأتي مؤسسة العسكرية كجيش وتتدخل من تلقاء نفسها يجب أن يكون تدخلها تحت قيادة المؤسسة الأمنية وهذا يعني من احتاجه اليوم أن يكون هناك أجهزة أمنية محترفة هذه الأجهزة الأمنية قد تدعم من قبل المؤسسة العسكرية ولكن المؤسسة العسكرية بس لحتى ثقيلة ومنتوسطة لا تدخل في تنظيم الحياة اليومية نعم أيضا يحضر عليه المساس بالمسارد السوري أو بالنظام الدستوري لا يجوز للجيش أن ينقلب على الدستور كما حدث في 1969 عندما انقلب القذافة ورفاقة على الدستور المملكة يعني هذه تبقى جريمة قائمة إلى الأبد إلى أن ينتهي كل من شارك في هذا الانقلاب تبقى جريمة في حق المساس بالنظام الدستوري أيضا كما فعل مثلا خليفة حفتر في 14 فبراير 2014 عندما خرج وأعلن تجميد الإعلان الدستوري وبقول إن الإعلان الدستوري مجمد يعني جريمة مخالفة للنظم الدستورية المعمول بها صحيح ليست منصوص عليها كهذا النص في الإعلان الدستوري ولكن هناك قواعد دستورية ثابتة ومترسقة يعني يجب عدم المساس يعني عدم تجاوزها وهذا ما حدث يعني أيضا عدم مساس بمؤسسات الدولة مصرف المركزي وزارة خارجية يدخل على مؤسسة النفط أي خرق من هذه الخرقات تقوم بها مؤسسة الجيش أو المؤسسة العسكرية بصفة عامة يعتبر مخالف للدستور أو حتى مجرد عرقلة نشاطها أيضا تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم والآن هناك انتهاك كبير وصارخ يحدث اليوم بعد أن قام مجلس النواب بإصدار قانون مخالف للأسف للإعلان الدستوري مخالف لكل قواعد دستورية في العالم وهو القانون الذي أجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وأصبح القضاء العسكري يحكم على المدنيين بالإعدام وبسجن المؤبد في حين أن القواعد الدستورية تنص على أنه لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري نعم أخيرا في هذه الحلقة دستاذ المهدي المادة 180 الشرطة الشرطة تقول المادة الشرطة هي نظامية مدنية تقنية اندباطية تراتبية مهنية متخصصة تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة وتوفير السلامة العامة والطمأنينة وحفظ النظام واحترام القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم وتلقى أفراد الشرطة تدريبا على احترام حقوق الإنسان ووسائل الوقاية من الجريمة والكشف عنها ولهم حق التصويت دون الترشح أيضا نعم هو أغلب ما قيل في شأن المؤسسة العسكرية يمكن أن يقال في شأن المؤسسة الأمنية المتمثلة في الشرطة هي من ناحية عدم الترشح وجواز التصويت أيضا من ناحية المهام ولكن دعنا نفرق يعني بين الحد الفاصل بين المؤسسة العسكرية والأمنية عندما نتحدث عن المؤسسة العسكرية فهي معنية بحماية الوطن بصفة عامة أما عندما نتحدث عن المؤسسة الشرطية أو الأمنية نتحدث عن حماية المواطن بمعنى بمفهوم المخالفة أن المؤسسة العسكرية لا يجوز لها أن تتعامل مع المواطنين بأي شكل من الأشكال مؤسسة الجيش لا يجوز أن تتعاطى مع المسائل التي تعطاها الجمهور والمواطنين بشكل مباشر تتعاطى مع الوطن كقطعة ترابية تحمي حدودها وتمنع الاعتداء عليها من الخارج إلا في حالة واحدة إذا ما استدعتها المؤسسة الأمنية لكن مهمة المؤسسة الأمنية هي مكافحة الجريمة ضبط الأمن داخل المدن وخارجها أيضا أهم جزئية وهي نفتقد إليها اليوم حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم هذا أصبح أن الشرطي يجب أن يتدرب على حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وللأسف كانت هناك إدارة داخل وزارة الداخلية تعنى بحقوق الإنسان إدارة كاملة أو كان مكتب وكنا نتمنى أن يكون إدارة وللأسف الآن ألغي بالكامل لا عاد لدينا مكتب ولا حتى إدارة لا عاد لدينا إدارة ولا حتى مكتب يعني ينبغي على أن يتم تدريب كل أفراد الأمن على حماية حقوق الإنسان حتى ترتقي المؤسسة الأمنية أيضا التحقيقات الاحترافية يجب أن يتم تدريب الشرطة ومؤسسة الأمنية على تحقيق احترافي ليس بأسلوب اللي يمارس اليوم الفلقة وغيرها والضرب والتعذيب لانتزاع الاعترافات كل ما يحدث اليوم للأسف هو جرائم ترتكبها مؤسسة أمنية بما لها من سلطة نعم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج القصطاص المهدي كشبور المحامي والناشط الحقوقي شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج القصطاص على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك